موسيقى أهلا بكم من جديد موضوع نقاشنا اليوم رح نستعرض سويا مع ضيفنا الإعلامي والصحفي ياسين القيسي وأيضا نائب رئيس جمعية تأثير الحقوق الإنسان عن أبرز ما حصل بالأردن في عام 2017 يعني لدينا أبرز الفعليات والأنشطة والأمور التي جرت في وطننا الحبيب صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك صباح النور يا فكرا أفيا الله يجدك أستاذ وانت بخير وصحة وسلامة يعني أستاذ ياسين رح نتحدث عن ما جرى بالأردن في عام 2017 ولكن سأتحدث أولا بخصوص القمة العربية يعني هذا الموضوع يعني جرى بإقليم ملتهب عنا بيئة الأردن فإحكينا عن هذا الموضوع سوفي الله أعطيكم العافية وانا كل الزملاء بالأردن اليوم الواقع أن الأحداث التي مرت في الأردن مثل كل العالم عبر السنة لكن يمكن ابتداء إذا تحب تعلقي على انعقاد القمة العربية في الأردن الأردن هذا طول الوقت وعلى مدى سنوات في انعقاد القمة العربية كان له دور بارز ما زال يترأس القمة العربية يعني جارة الملك ما زال يترأس القمة العربية كونها عقدت في الأردن وحتى تسلم الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية الأردن أهم إنجازات القمة ولو أنه بعد القمة صار تداعيات كبيرة عربيا وإكليميا لكن كان انعقاد القمة وحضور عدد من القادة والزعمة العرب ومحافظة الأردن على أجندات القمة بمعنى أن الأردن دائما كان يحرص على أن تكون القضية الفلسطينية وقضية القدس والتداعيات اللي رح نيجي إن شاء الله عليها أن تكون في قمة أوليوية القمة لأن هذا موضوع حيوي جدا وتاريخي بالنسبة للأردن وكان دائما في هناك محاولات لتبدل أو تغيير أولويات أجندة القمة إلا أن الأردن دائما بقدراته وبدبلوماسيته يقدر يحافظ على أجندة في أولوياته أن تكون القدس والقضية الفلسطينية قضية محورية وأساسية ممكن من خلال هذه الأحداث التي جرت بالقدس كان هناك تطبيق لأجندة موضوع القدس خلال أعمال القمة لا يعني ما بنقدر بتحليل بأثر رجعي ما بنقدر نقول أنه إحنا كنا متوقعين لكن الصحيح أنه يبدو أن الأردن كان قلبه ودائما كان نهجنا أن نحافظ على موضوع القضية الفلسطينية كأولوية القدس كان فيه تجديد على هذا الموضوع كان فيه بوادر يعني إذا كان قرار القدس ويمكن إذا جئنا تحدثنا عنه من عام قرار الرئيس الأمريكي من عام 95 متخذ قانون في الكوميرس في هذا الشأن وكان يؤجر لكن كانت الأمور مفروضة متروكة لمفاوضات الوضع النهائي على اعتبار أن القدس للطرفين أنه يتفاوضوا في وضعها كان الأردن لديه الإحساس الدائم بأنه هناك في تحايل وفي التفاف على كل هذه المقررات الدولية لكن جلال تملك كان بكل اجتماع مع رؤساء الدول بيحكي عن هذا الموضوع لأنه بقول لك سفي يوم من الأيام صيحتك نحن كان هذا الهم من الأول ودائما موجود بأجندات القمة موجود بأجندات جلالة الملك في خطاباته في الخارج وفي الداخل القضية الفلسطينية الموضوع الفلسطيني عملية السلام لا يمكن حتى لما كان يتحدث جلالته في الإرهاب كان يقول بأنه سبب الرئيسي والأول الإرهاب هو عدم التحرك في ملف عملية السلام وحل مشكلة القضية الفلسطينية نتحدث بشهر نيسان الحكومة تؤكد أن الأردن وصل إلى أقصى قدراته على تحمل عباء اللاجئين السوريين من حيث الموارد المتاحة والإمكانات المالية والبنية التحتية والمدية والاجتماعية والطاقة الاستعابية لخدمات الحكومة ماذا فيك كاتي؟ موضوع اللاجئين وموضوع الأزمات المتعاقبة التي صارت في الإقليم وتحمل عباءها الأردن لم يعد خافي على الدول العالمية الصحيح أننا نسمع جاجعة ولم نأخذ طحيل جدا يعني حتى المجتمع الدولي لم يقم بالحد الأدنى من التزاماته في كلام في كلام للإعلام يعني بيجوا المسؤولين بيشيدوا بالأردن وبيكرموا وبضيافتوا لكن هذا في العلاقات الدولية وفي مواضيع الاقتصادية يعني نحن بالعرب نقول ما بطعم خبز صحيح فبالتالي نسمعه جاجعة ونرى طحنا المجتمع الدولي تخاذل جدا في دعم الأردن الأردن متروك لوحده في هذا الملف وبانتظار يعني المجتمع براهن على التسويات السياسية وأنه يصير في حلول لكن حتى لو صار في حلول سياسية للمواضيع الشائكة في الإقليم المواضيع الاقتصادية والضغوطات اللي بيرتبها موضوع اللاجئين غير محتملة في دول كبرى صحيح فما بالك في الأردن اللي بعاني من كل مشاكله الاقتصادية وتحدياته اللي هي بالأساس يعني موجودة بدون هاي الضغوطات الإقليمية بدون الضغوطات ولكن بزدبط فكيف مع لاجئين؟ عنا البطالة وعنا مشكلة المياه وعنا مشكلة البنية التحتية وعنا المشكلة الأمنية اللي بتترتب على الموضوع كل هذا موجود أساسا هلأ صار مضاعف بالتالي المجتمع الدولي قدام يعني استحقاقات كبيرة لكن يعني غريب في مؤتمرات للمنح وغيرها صارت في لندن وغيره لكن لم تكن بذلك لمستوى في التطبيق لاحقا لماذا يتغاضوا؟ هل للضغط على الأردن؟ شوفي الأردن ما عمره كان بلا ضغط يعني حتى اللي بتحدث عن أنه الأردن في أدوار معينة في تحالفات معينة في غيره ما كان أبدا خارج الضغوطات موقعه الجغرافي ومسؤولياته التاريخية وضع عليه ضغوط كبيرة اليوم الأردن قدام المجتمع الدولي عنده أولويات أخرى بتعامل مع ملفات على حساب ملفات ببرد ملفات ويسخن ملفات وهذا ضمن مصالحه وبالتالي إحنا ضحايا لهذا الموضوع بقدر ما أنت بتملك من مخزون من الدبلوماسية والقوة والقدرة وأيضا عناصر ومعطيات الضغط بتقدر تفاوض كل شيء ما أحقاض عن المفاوضة برأيك ما الحل لهذا الموضوع؟ فقط بالمساعدات من الدول الأوروبية أو من الدول الأخرى للأردن بالنسبة لللاجئين أو مثلا عودتهم إلى بلادهم إحنا نحب يضلهم عندنا ضيوفنا ولكن ما الحل برأيك؟ لا هو القضية مش إحنا ما نحب أو ما منحب وإنتبه أننا نقول لك الأردنية بدهم يرجعوا اللاجئين إحنا الأردنية فتحوا بيوتهم لللاجئين موضوع اللاجئين الآن صار حتى اتراجع الملف للخلف على حساب ملفات أخرى نحن يعني ملف القدس والذي صار في موضوع القدس سأتحدث المساعدات سياسية في الحلول المحيطة بالإقليم في كثير قضايا صعب أنك تقدر يتفصليها عن بعض في الموضوع نعم بالنسبة للمخيمات هناك مخيمات بيئة الأردن فيها مشاكل ولكن لما نقرأ أو نطلع المخيمات الموجودة بالأردن من أكبر المخيمات اللاجئين بالعالم ومن أفضلها فتحس أنه أيضا المخيمات نفسها لازم يكون هناك تسطيط الضوء عليها يعني ليس الأردن بس مسؤول عنها شوفي كمان مرلا في أمم متحدة في ملفات قداهم يتعاملوا مع العالم والمجتمع الدولي لما ترك الأردن للتعامل اليومي مع قضايا المخيمات هذا بحكم أنك أنت موجود يعني جغرافيا وموجود بالمكان وضمن سيادة الدولة لكن على مستوى الملفات الأكبر في مستوى الحلول السياسية في مستوى الحلول الاقتصادية والمساعدات والدعم للأردن في موضوع اللاجئين في أكثر من مؤتمر صار لمانحين ولكن زي ما حكيت لك جع جع بدون طحن نعم وأيضا الحكومة توعز بمتابعة التحقيقات بحدثة السفارة الإسرائيلية وثكيفة قانونيا والدفع بها للقضاء يعني الجريمة التي حصلت بالسفارة على امتصاص هاي الضربة والعودة بضربة أخرى ما بعرف إذا إحنا علجنا هذا الملف صراحة بطريقة صحيحة مش قادرين يعني نقيم مزبوط يمكن المحللين الآخرين ويمكن السياسيين والدبلوماسيين عندهم آراء أخرى والقانونيين وكان في حديث بعد ذلك دبلوماسي وقانوني وسياسي حول الموضوع أعتقد أنه إحنا هذا الملف قصرنا فيه كان على الأقل كان ممكن أحسن مما حصل على الأقل تحاكموا هذول الناس بطرق ما في تفسيرات قانونية في لجوء دولي إلا أنه يعني كان فيه عنجهية وكان فيه تصرف غير لائق من دولة يفترض الكيان نصوية يلتبط مع دولة أخرى مع المملكة الأودين هاشمية بمعاهدة سلام ولديه تمثيل دبلوماسي إلا أنه هذا خرج عن كل الأعراف وعن التقاليد وأعتقد بأنه الملف يمكن يعود وينفتح يعني في ضوء التوترات الحالية أيضا كمان أسلوب استقبال نتنياهو للمجرم كان هناك إلو تلاعيات أخرى أنا بقول إحنا عدينا عن الموضوع يعني وصار فيه التعامل هو جزء من السلوك العدواني والعنجهي ممكن لو ما كان هذا الاستقبال ممكن كان مثلا لو على الأقل يعني يتعامل معاملة مجرم وليس يتعامل معاملة لطن هو مش وارد يعني هاي عند هذنك كيان وتفكيله وعقليته مش وارد أنه يعني يستقبله بأقل من هيك في نوع من حتى استثمار الموقف لغايات داخلية وسياسات داخلية نعم بأيضا بأب فتح معبر تريبي لو كنا نتحدث عنه قبل قليل أدي فتح هذا المعبر بساعد الأردن بشكل أو بآخر أيضا بمثلا تبادل منتجات وعبور المسافرين من وإلى هذا المعبر إلى الأردن يعني شوفي يعني أنا ما بعتقد أنه من الأحداث اللي كثير يعرج عليها في العام وإن وإنه يعني ناسي بقولك أنه الموضوع الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بالعراق وغيره إلا أنه ما أعتقد أنه يعني أجب أنه ملدود أول أيام كان فيه كلام حول قديش التبادل التجاري والأمن أساسا كان الموضوع أمني بالنسبة للقوافل التجارية لكن ما بعتقد أنه من الأحداث اللي كثير مؤثرة في العام خاصة بعد ما صار قصة التخلص من أو بدايات انتهاء موضوع تنظيمات المتطرفة مثل داعش وغيره نعم الموضوع بتشرين الثاني أخذ حيز كبير عند الأردنيين وهو مشروع المدينة الجديدة يعني هالحكومة تعلن رسميا عن إطلاق مشروع وطني لإنشاء مدينة جديدة مشروع المدينة الجديدة الذي يعد أحد أهم المشاريع الريادية الحيوي لإستراتيجية الوطنية يعني ظلوا الشعب الأردني يقولك بهالمدينة الجديدة ومين بدأت تكون وكان هناك تكاهنات ونكات جديدة أنا دخلي في موضوع النكات عمال الجديدة والمدينة الجديدة يعني إحنا متعاولين في الزقاء كمان الجديدة فصاروا أنه هناك نكت ولأ وبدنا نضحك فأخذ هذا الموضوع فترة يعني لا بأس بها حتى تم الإعلان عن هذا الموضوع فتحكي لنا شو كان رؤيتك أنا شوفي يعني ما عندي أي تعليق عليه بدخلي في موضوع النكات لأنه ما أعتقد أنه إحنا يعني يعني في رفاه الطروحات اللي يعني أو عنها رفاهية نطرح هذه الطروحات ما حدا كان عارف أنت شوفتي كيف كان ما حدا كان عارف شو الموضوع وكان فيه زي ما حكيتي نكات ثلاث أشخاص وخمس أشخاص وبعدين رجعت الأمور يعني يعني وللآن أنا ما أعتقد أنه فيه إشي يعني واضح على الأرض الواقع بدي يكون ما فيه أبدا تأخذ فترة طويلة يعني أنا ما أعتقد أن الأمور لسا في طور الافتراضي بالضبط بل لكن أنا كان تعليقي أثناء الإعلان عنها يعني إحنا بدنا بلشنا بحكومة إلكترونية حكومة كلها على الإنترنت ليش ننقل كل مثلا الدوائر والمؤسسات لهذه الدولة وإحنا صرنا إلكترونيا يعني وجدنا هذا يعني وجدنا هذا صحي يعني رح نتحدث كمان عن رفع الدعم عن الخبز يعني كان هناك برضو حديث طويل عنه وسنتج رفع الدعم خلينا نشوف أيضا فيه تحسين بنوعية الخبز بشكل أو بآخر سواء الخبز أو المعيشة بشكل عام إحنا ضمن يعني إحنا دولة عندنا التحدي الاقتصادي الأول إذا بتقرأ استطلاعات الرأي اللي بتنعمل من أي مراكز دراسات دائما التحدي الاقتصادي على مستوى المواطن الفرد وعلى مستوى الجمعي المستوى الدولي هو الأول الآن في حقوق تتعلق بالناس أنا نائب رئيس جمعي التأثير لحقوق الإنسان أحكي لك أن الحقوق الإنسان تذهب باتجاه المطلق ما في نسبية في حقوق الإنسان التحججات بالأوضاع في الإقليم التحججات بالأوضاع الاقتصادية هاي العلاقات وشمعات راح عصرها بطل تنفع للمواطن على مستوى عالمي أستاذ الكريم حتى على مستوى عالمي وهذه الموازنة أو العجز عندنا بالحكومة عندما تنتقل ورثة من حكومة لحكومة لكن أنت تتحدث بحقوق أساسية حق العيش يعني حق الخبز هذا أساسي في الحياة حق التعليم وحق الصحة هاي الحقوق أساسية ما بيجوز التجاوز عليها بحجج أيا كانت حتى كل الحقوق مطلقة ما في نسبيات في حقوق ما في ربع حق حياة ونص كاسة ماء وربع رغيف خبز هذا مش موجود بغض النظر عن كل الظروف صحيح أن ما لدينا الحمد لله رب العالمين وأننا فيه يعني لكن لما زمان إحنا كنا بالمدرسة نقول لك لا تقارن حالك بالطشي بالصف أقل واحد تقارن حالك بالأحسن بالأحسن وبالأول دائما فما نقول نظن هاي العلقات هذا الموضوع كثير حيوي الحلول الاقتصادية ما تستسهل الحكومات على فترات طويلة استسهلت الفرد والضرائب اللي عليه ورفع خبزه نعتقد أن هذا الموضوع خط أحمر بخصوص هذا الموضوع بحب أن أعلق مش لازم هناك يكون كمان دور للمواطن مش فقط على الحكومة يعني بانتعاش على الاقتصاد والتحريك مثلا العجز وقت تقليل العجز مش لازم يكون هناك كمان دور على المواطن لازم إحنا نغير من ثقافتنا وإشلوب معيشتنا الحياتية بحياتنا اليومية يعني شوفي الحلول الطويلة انسي للخبز يعني إحنا ما بدأناقشك على الخبز الخبز ما بتناقش فيه زي ما حكيت حضرتك خط أحمر ولكن هناك يعني طريقة معيش مثلا بقول لك ممكن نختلف أو ممكن يعني شوفي أنا ما بعتقد أنه مثلا سلوكنا الاقتصادي أو سلوكنا المعيشي شيء حدث يعني أو يعني وقتي السلوك كالتشور ثقافي متنقل معك شوي شوي بتمشي لكن لما بأجي لحلول حيوية ووقتية وحاسمة نعم ما بسيلا أقول والله للمواطن دولة وعلاقتها بمواطنها هي اللي بتوضع القوانين هي بتوضع التشريح هي اللي بتوضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية هي اللي بتجد الحلول عندها خبراء مش مطلوب من المواطن تتذكري قصة الناس اللي غرقوا بأحدى الشتوات قبل سنتين صحيح أنا منهم يعني غرقوا بأتي فأحد المسؤولين ومعروف البلد قال كيف الناس بسكنوا تحت هلأ صال الحق على المواطن بسكنوا تحت فإحنا لا مش بهذا الأسلوب إحنا منحك ما هو هاي كمان يعني المواطن افتحوا مثلا الشوارع لازم يكون هناك دور على الحكومة يعني كناك تكافل وتكامل بين الحكومة والمواطن بمعنى أن الدولة هي في دستورة وفي قوانينها هي الكافلة وضامنة لحقوق هؤلاء الناس وهاي من واجباتها اتجاههم إضافة وتقديم حقوقهم وهم عندهم المواطن عنده واجبات اتجاه الدولة يقوم فيها بس ممكن بتشوف أن هناك وعي أكثر للمواطن الأردني بخصوص الموضوع الاقتصادي والموضوع اللي احنا عم بتمر فيها الأردن والموضوع حوالينا موجود فهناك يعني وعي أكبر يعني هلأ مثلا أنا كمثلا المواطن أردنية عادية بتحس أنه عم بشعر من جلساتي مع صديقاتي أصدقائي حوالينا الوعي لدى المواطنين أوعى من أربع خمسة سنين ماضي خلص أنت جاوبت فبقول لك هناك وعي والاهتمام أكثر بهذا الموضوع دائما ما كان يهتم الحكومة يدبر حالة هلأ صار المواطن أنه طب هيا شرائكو هيك ليش رائكو هيك فيه وعي مكتسب فيه وعي مجبر عليه فطري هلأ تربيتنا احنا مع حكوماتنا خلص صعب عمنات لنا هذا الفطرية في التعامل مع الأشياء ما أعتقد أن الشعب الأردني بمجمله استثني فئة أنه مبذر وأنه سلوكه لا لا مش صحيح احنا عصاميين وبنملي حالنا بحالنا وبنتابقة حالنا احنا شعب احنا شعب بتحمل ومش صحيح أنه لا احنا عنا تبدير وعنا سلوك مش صحيح يعني يمكن هاي اشاء عنا شوف الناس سلوكهم في الأزمات كيف بصير أنه مثلا في ارتفاع مثلا أسعار مادة معين أو ارتفاع مثلا فواكع وخدار معين لو الكل يتم مقاطعة بنزله سعر احنا من هذا الموضوع عن هاي الثقافة من هاي الثقافة أنا من عهد اللي بحكي وما حقوقهم المواطنين احنا بالعكس يعني هاي بتفرضينا حلقات ايك في سلوك المستهلك وغير بالضبط لا دائما نحب نحكي انه نتناقش الموضوع من كافة الجوالب احنا عمنا نتناقش هذا الموضوع من كافة الجوالب احنا بنعرف المجتمع الاردني مكافح احنا كنا كل اشخاص عملوا حالهم بحالهم وبدرسوا ولادهم من راتب ترسية 400 ليرة فأنا ما بحكي عشان ما يطيق اخدش الموضوع بشكل آخر بكانون الاول مسيرات غضب حاشدة في عمان ومختلف المحافظات الاردنية نصرة للقدس وتأكيدا على عروبتها حيث اعلن الاردن ان القدس ليست قضية سياسية يساوم عليها ومشددا على الالتزام بعدم تغيير معالمها التاريخية والتراثية عندك الموضوع سوفي كل ما موردنا فيه اليوم احنا قدام يعني جائحة زي ما بيقولوا موضوع القدس مش بس برلمزة ديني وبرلمزة تاريخي وبقصة الوصاية واهمية الوصاية بالنسبة الهاشمية بالنسبة للاردن على المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس الدور التاريخي للاردن تبيعات مثل قرار التخذ الرئيس الامريكي في تنفيذ هذا القرار المتخذ مثل ما هو معروف او القانون من عام 95 تبيعاتهم يعني راح تكون خطيرة العالم واعي لهذا الموضوع لكن التحرك بحاجة لحشد تأييد كبير احنا اعتقد وان شاء الله اكون يعني مخطئ انه منتعرض لأهم حدث تاريخي بتاريخ الاردن الحديث التهديد اللي منتعرض له الآن بموضوع القدس غير مسبوق حتى في الحروب اللي حدثت بينه وبين الكيان الصهيوني قبل هيك وحتى بين مشاكل الاقليم والتداعيات عليها ما في بحجم هذا الموضوع لان تهويد وضم الضفة الغربية يعني تهديد الاردن مباشر وهذه الاولوية ولذلك موقف الاردن شفت كيف الهبة الشعبية المسيضات الفعلقية عليها التلاحم الغير مسبوق غير مسبوق نهائيا يبين المعدن الاردن في الاقليم وفي العالم احنا امام جائحة فعلا سياسية وتاريخية وجغرافية تبعاتها كبيرة في حديث صار في الاجواء بين السياسيين وبين الاعلام وبين الناس ان الاردن فقد تحالفاته التقليدية وبصدد صياغ التحالفات جديدة صحيح اليوم في اخبار عن انا بحكي لك عن التدعيات يعني انبارح دولة مثل جواتي مالة تقدر نقل سفارتها الى القدس نحن نملك الوصاية على القدس القدس ليست عاصمة اسرائيل القدس كانت وما زالت وستبقى عاصمة فلسطين الابدية والتاريخية وبالنسبة للاردن هذا موضوع لا يقبل اي نقاش ازوي ما حكيت لك في دول تداعة مثل جواتي مالة صحيح يمكن ما احد يعرفها على الخارطة ولا بتعني حد لكن احنا منحكي عن مستوى الاجراءات الدبلوماسية اللي كود سيجتمع يوم 31 حزب اللي كود الحاكم بقيادات انتهى 31 شهر الاحد المقبل وعلى اجندته ضم الضفة الغربية والقدس لدولته وبالتالي وفتح الاستيطان على ابوابه وهذا يعني على الاقل بالنسبة لنا اعلان حرب في دولة ترتبط معك بمؤاهدات سلام الهو للإقليم هذا اعلان حرب اثنين يعني نهاية ووديش اكون يعني بس هل قد حدي نهاية موضوع عملية السلام والبيس بروسيس اللي صار لها 25-30 سنة قصة الدولتين انتهت انت تعني لما بتقول ضم والقدس ايضا الضفة الغربية والقدس اللي هذا الحدث من 50 سنة من ال67 كان حلم بالنسبة ل الكيان الصهيوني بالتالي احنا قدام انهيار لعملية السلام واذا بدك الخذيعة الكبيرة اللي هي عملية السلام اللي كان من الاساس القدس لمفوضات الوضع النهائي ووصلنا لهاية المرحلة الآن بحب اعلق واسف اني قطعت عليكي لا في اطار قصص التحالفات في اشي في العالم في نمط العلاقات الدولية يعني الخليج لما فوجئ باتفاق نووي للولايات المتحدة مع ايران وراحوا يركضوا على الولايات المتحدة احنا طب احنا حلفاء فكان رد احد مسؤولين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الامريكية كان رده انه لا انتوا اصدقاء وليسوا حلفاء صحيح وهناك اعداء وحلفاء صحيح في عدو حليف وفي صديق وليس حليف التحالفات تخضع لمصالح اقتصادية سياسية تكتلية وقتية وانية في حين انه ما في اشي بحكم هاي التحالفات الا المصالح ونمط العلاقات الاقتصادية والسياسية اللي انت بتخلقها مع المنظمات ومع الكهنات الدولية طب تعلموا انه احنا مش حلفاء الامريكا احنا اصدقاء احنا اللي تعلمنا ولا العالم العربي احنا ما عارفين شو بنشغل شوفي لانه هناك يعني بتعاون مع امريكا يعني احنا للأسف بال67 كان في هناك تخاذ العربي والملك جلالة ملك حسين يعني اتحدث عن هذا الموضوع يعني بدي يكون هناك تخاذل ايضا عربي خص هذا الموضوع موضوع بشكل عام وليس فقط يعني عن الاردن تحديدا شوفي احنا احنا تعلمنا ما تعلمنا قضية كبيرة لانه ما اعتقدش انه تعلمنا و كعربي يعني الان اذا متروكين فرادة للملفات فاحنا متروكين لكل الملفات يعني الاردن متروك لكل ملفاته تاريخيا وكان يقدر يعني معروف الاردن في المنطقة والملتهبة كيف كان يتنقل ويتحرك حتى في تحالفاته اذا بدك او في علاقاته صحيح احيانا التوازن بزبط احيانا التوازن ما بزبط احيانا زي ما حكيت لك الاصدقاء الحلفاء والاعداء الغير حلفاء صحيح معطيات القوة والحشد والتأييد مش موجودة عند العرب طبعا انت مش قادر تبني عليها يعني انت مش قادر تعمل نسق لسياساتك يكون معروف في العالم يعني العالم كله لما صدر قرار بالامم المتحدة انت لاحظة المجتمع الدولي الغربي على لقاء الاوروبا موقفهم يعني بديش اكون قاسي احسن من موقف كثير من دولنا العربية تحكي صحيح وشاهدنا يعني لما رئيس الفرنسي بيحكي عن قرار بانه سيء وغير مسبوق العضاء في بريطانيا عضاء حكومة الظل طلب وزير خجيتهم بانه بياخذ موقف اكثر من انه نقول انه القرار مش منيح تبع ترامب وانه لازم بريطانيا تلعب دور في عملية السلام على اعتبار ان الولايات المتحدة فقدت فقدت صفتها ان تكون شريك او راعي او وسيط في عملية السلام هي طرف وطرف اساسي الآن يعني ممكن نشوف انه الاردن سيلعب دور محوري ودور كبير في هذه في المنطقة وفي القرارات شوفي التحركات توحي بانه احنا احنا في موقف دفاع احنا مش في موقف احنا في احنا في موقف دفاع عن انفسنا تمام في كثير حديث عن نلعب الدور ونلعب الدور في دول كثير بتعرف حجمها وتعرف دورها نعم قديش في هامش للتحرك مش وارد انه احنا نحدث خرب يعني ولكن عندنا احنا جلال سيدنا عنده حنكة سياسية اغلبيت الدور ما عندهم هذا النوع يعني احنا اوكي صغيرين بحجم بعض الورد ولكن يعني هناك انه تحركات سياسية يعني لمشاهدنا بهذه القضية تحرك جلالة الملك بالسرعة اللي تحرك فيها و اصبح هناك تأييد من جميع اغلبي الدول للعالم بهذا الموضوع شوفي احنا احنا الوقت عم بتدهمنا سريعا نذهب الى الموضوع اخر شوفي انا ما عندنا شك احنا احنا يعني على مدى من تأسيس الدولة وللآن نتمتع بهذه الحراكية والقدرة وكارزمة السياسية اذا بدك على مستوى الدولة وعلى مستوى القيادة في انه نقدر نتفلت من ملفات ونطلع بنتائج اقل يعني بأقل الخسائر بأقل الخسائر مش بالانجاز في ملفات تقدر تنجز فيها وفي ملفات تنجى فيها احنا اليوم امام خطر داهم جدا واذا في حديث عن التهويد يعني اللي بتصل له بكرة يوم الأحد احنا وياك نتصل ببعض ونشوف شو قرارات اللي كود الامر انحسم اللي شجع هذا الموضوع قرار نقل السفارة والاعتراف بالقدش شجع لانه يروحوا من خمسين سنة هم بدهم يعملوا هلا صار لهم الحق فبالتالي احنا اعتقد بانه فيه امكانية بعقد تحالفات وقتية اذا بدك زمنية متعلقة بالقضية نفسها على مستوى التعاون الاسلامي على مستوى التعاون الدولي اللي هو متعاطف اول مرة الموقف الدولي بخرج عن حياده تمام بدي اشكرك ضيفنا الاعلامي والصحفي ياسين القيسي وايضا نائب رئيس جمعية الحقوق الانسان يعني حابين كنا تحضر تأثير لحقوق الانسان بعتدر ولكن الوقت دهمنا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا يعطيكم العافية فاصل صغير رجين خليكم معنا اشتركوا في القناة